شوارع الأسكندرية تغرق بحيرات تحاصل مستشفى الأطفال بالرمل وطوارق بالمحافظة تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولاقيك للفيديو شهدت بعض مناطق شرق الأسكندرية ارتفاع في منسوب المياه وغرق بعض المناطق حيث شهدت مستشفى الأطفال بالرمل وصور نادي سبورتينج تجمعات لمياه الأمطار ومناطق سموحة ومدان فيكتور عمانويل من جانبه قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الأسكندرية أن الأسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي تتعرض إلى نوة باقي المكنسة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة وأضف في تصريحات صحفية له أن الأمطار الغزيرة المتوصلة التي لم تتوقف منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر أغرقت بعض شوارع الأسكندرية وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالأسكندرية على استمرار أعمال سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول كميات أمطار غزيرة صباح اليوم مشيرا إلى أن الشركة دفعت بكامل معدتها المجهزة للتعامل مع الأمطار من بدلات وسيارات وطلبات محمول بكافة أنحاء مناطق التجمعات ترجمة نانسي قنقر